مرحبا بالناس الكل كل اللي اختار قناتنا كل اللي اختار برنامجنا او فيه انهارنا هكا رجعنا لكم بداية اسبوع جديدة وموافقة لناس الكل اليوم الاثنين تسعة وعشرين جان في الفين وثمونتاش انهار جديد فرصة جديدة لناس الكل بش يكونوا فيها ديما وناس جدد ان شاء الله يكون انهار مبروك علينا وعليكم وينما كنتوا وبداية اسبوع كما قلنا موافقة للناس اللي عندهم عطلة صح عليكم ارتاحوا يا نايرين هادهم ورطحوا بالله شوية عائلتكم وانكما تعبوا هم مش برشة والناس اللي يخدموا دونك شاء الله ربي معاكم فما شكونوا يتابع فينا في الخدمة على فكرة شوفيه كفرش فينا من البيرو لا في خدمتكم بعد فرش فينا في الاعادة من العشرة النص نهار على قناة الزيتون الفضائية ولا على الشين يوتيوب نهارنا هكا تكتب بالفرنسية نستنى تفاعلاتكم وينما كنتوا على الفاش فيسبوك نهارنا هكا تكتب بالفرنسية ولا قناة الزيتونة تكتب بالعربية لايف متاعنا تلقاوها اكيد في المباشر تخليوا الكمنتار متاعكم ونقرؤوا الكمنتار واسلامكم بطبيعة لأحبابكم واصحابكم وكل يتابعوا فينا في المباشر حلقتنا اليوم مشاء الله بشكون حلقة ثرية حلقة متنوعة بفقراتها بذيوفها وبمواضيحها والأكيد بالكوجينة متاحها واليوم بحثنا الشيف ريحاب الدراجي ورانيا الهمامي خنسلموا عليهم شو أحوالكم عصيما فيدي عوضة عوضة عصيما فيدي الله الله مرحبا ريحاب مرحبا رانيا مرحبا صحة لباس الحمد لله رانيا تك تك معت طول صدمة تقشر في الشامبينيون لانا فيدي لليوم عندي باتي عندك باتي واذا ندخل للشامبينيون ترى؟ ما نعملو حاجة جديدة يزينة من العظم وطن وشبن وفرماج وزينة من الكلاسيك حلوة تجديد وبيهة تجديدة أما علشة الشامبينيون لتعالي جوه بني على سويل ترش الشامبينيون وفيد يسر في الباتي حاجة جديدة حاجة جديدة حاجة جديدة أبار الباتي أبار الباتي قو بنين على الخير يعني سورتولي هو المنطير يتسايب معناها واحدة يضيف الماء هذا يعني معناها حاجة جديدة صحية أبار الباتي يعني من حاجة eramل تنظف من حاجة جديدة ومخر من حاجة جديدة ومخر من ماء ومخر من ماء ويدا هلطانك كيف تسحقوا chapinon ؟ أنا أصابتني أكذا أجبنا الفقص أنا أتفق الباتي أنا أعتني لديك التمأن في التوافق أنا أعطني شامبينيون والليس من صوات باخر يعني لديك لا تتحدث عن خماش بلون تعرفوا لماذا؟ هي بلون و تاتوشيلة لحظة باركة لحظة باركة لا تتحدثون لدينا جنبان، تن مع دنوس بصل، زيتون، مالح ونعمل كريم بيشاميل نعرفي العربية ونعمل كريم فريش الكريم الطازجة كريم الطازجة عدو لي عدو لي نعمل فعندو لي نعمل صندوج حولينا نصده ونعمل فاشل ونعمل صندوج ونعمل الصندوج لاحظة من جيد ونعمل البطاطة ملح كمون وزيت نضعها في الكوشاتيب كمون وزيت الغسات الخبز نستحق 500 غرام فرينة خميرة سمارت شيف حتيتها في شوية ماء و سكر لا تحتاج للسكر ماء وزيت نحرك الفرينة بالزيت نضع الخميرة ونزيد الماء اخترت هريسة اخترت زيتون بصر زيت ساتم شوية مع تسجولي شامبينيان جامبين طن وكل واحد يعمل الفرسي لساندويتش متاعه كما هو تدبان القولي هو يأكله تدبان القولي هو يحب عليها ويأكل بلوتو المنو متاعنا خفيف نحاس ملاحظة خفيفة سوف يأكل البطاطة بالكمون والملح ويأكل الصغار ويأكل بلوتو ينحي الغاز ويسرع الهضم لذلك نستعمل حاجات حاجات فريش وإن شاء الله يكون حاجة منها برشة لذلك نرجع لكم بعد نحن نعطي لمحة على فقراتنا لليوم تبقى عراني حكيت شوي بالفرنسية بالفرنسية ليس بالفرنسية 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 للغة الفرنسية واللغات الأخرى لذلك نريد أن نخصف نوع من فقرتنا كلمات التقنية كلمات التقنية الله أعلم مع الرغم أنه نحن كمسلمين لغتنا الأولى والأم هي لغة العربية وهذا ما نص به بطبيعة دستورنا كونس لغتها العربية خلينا نحكيه اليوم على اللغة العربية على الأقل نعود ونذكر وعزتنا بلغتنا العربية معناه ستوان سامح لهم خذوا على عاتقهم حماية اللغة العربية حماية اللغة العربية اليوم بش نحكيه مع جمعيات حومات اللغة العربية وطبيعة شرفونا بحضورهم الأستاذة حيات بربوش سفراوي هي ناشطة في المجتمع المدني مرحبا بيك أستاذ حيات شرفنا بحضورك كيف كيف الأستاذة سيهام العكرمي أستاذ مدارسة ابتدائية ونائب رئيس جمعيات حومات اللغة العربية مرحبا بيك أستاذ سيهام شكران على استيذافه شكران على الفرصة مرحبا بيكم شرفتوا برنامج نهارناعك وقناة الزيتونة وأنا نحب نحييكم بداية قبل ما نحكيه على أي تفاصيل نحييكم على الغيرة والحمية الإيجابية بطبيعة لغتنا العربية وأنا على فكرة قاعد نحاول نحاول على قد ما نقدر أني يعني نحطات ولغتي نحكي على راحتي لماكسيما بالعربي ونتم بعد نسائج شعرتون على رأسي الحلول ما زلنا ملقناهاش مدين ملقناهاش الحلول نجم تاخذ راحتك حتى نبقى الحلول وهذا اللي نحب ونلقاهوهم بعض الحلول جامعية حماية اللغة العربية قبل ما نحكيه على الجامعية اللي هي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة وحاجة متفردة في تونس نحكيه بداية على سر تسمية أو المفهوم اللي بش تناقشو فيه اليوم هل عربية فعلا تستحق حماية في وقتنا تولي كيف نبدأ بيها معك مدام حياة العربية هي ما تستحقش حماية وهي حمايوها المؤسين للجمهورية الثانية في الدستور لكن في الواقع تنجم تستحق حماية خاطر الواقع المعيشي اليومي نتعى التونسي غابت منه العربية صار الانسان التونسي كيخرج الصباح من بيته ما يشوف كان اللافيتات المكتوبة بالانجليزية والفرنسية قليلا نادر انه يراه كتابة بالعربية وكالية الاشهار كلهم يستعملوا اللغات الاجنبية وإلا حتى كنستعملوا اللغة العربية يستعملوها بالحرف اللاتيني هذا الشي اللي خلينا نخافوه وحتى كما نخافوش خاطر هي قطربي حاملة لكتاب مقدس هي محفوظة من عند الله بحملها اللي هزدته للكتاب المقدس خاصة نحكيونا هي لغة القرآن لغة القرآن واللي هي يتكلموها ملايين من البشر حتى اللي مش لسانهم عربي في كل أنحاء معمورة خوفنا تنجم تقول مادي أكثر منه خوف باطني ولا خوف معناها إحساس كبير بالخوف هي مش خوف حمية أيها ماديا كيراو الشي المحيط بينا نخافو ونخافو ونحاولو باش نلقاو الحلول الخوف هذا علاش الخوف هذا علاش يعني فعلا نقول لك أنا مثلا كشاب تونسي معنا نخلي الأساسيات والعيش واللي يخلص 800 دينار في تونس رو ما زال في مستوى الفقرة ذا دير المان شنو قاعدين نسمعنا اليوم فقط 900 دينار ذا دا كيف مستوى الفقر دونك يقول لك نركز في كرشي ركز في معيشتي ولا ركز على اللغة العربية والله ينجم يركز عزوز وما فما هو عندما يركز على لغته ويحفظها ولا يتكلمها ويستعملها ما هوش بش يدفع فلوس من جيبه حات شي ما هوش يدفع مش 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 مشكلة أموال إنك تكلم ابنك بالعربية إنك تكتب على محلك لافتات لافتة بالعربية إنك تحاول كي تدخل مغازة تعمل إشارة لأصحاب المغازة إنهم المواد مكتوبة بمهيش مكتوبة بالعربية هذي كل ما ما يلزمش التونسي بش يدفع من جيبه يظهر للتونسي قادر إنه يحسن حالة لغته الأم من غير ما يدفع حط شي من جيبه إلا الحب للعربية إلا حب للغة والأم لكن الراوزة كيف كيف نفس التونسي هذا نحكيه عليه هو بيدول يدفع في برشة فلوس بش يتعلم اللغة الفرنسية والإنجليسية والأجنبية يقول لك هذي كي نمشي نعمل أنا مقابلة عمل عمال العربية ما عنده ما عنده ما عنده ما ش تبيعني يعني ما ش تتعيشني ضد اللغات إحنا ناس نتكلم لغات أخرى ونعلموا أولادنا وأحفادنا في لغات أخرى ومعنا حتى مشكلة أما لازم تعلمنا للغات الأجنبية تكون آدات للوصول للحضرات الأخرى والتواصل مع الشعوب الأخرى وآدات للوصول للعلوم الحديثة لكن ما تكونش آدات هدم اللغتنا الأمور ممتازم يزم لكل مكان لكل مقام مقام لغتي محفوظة نتكلمها ونكلم بيها أولادي نتعامل بيها في تجارتي في ذهابي ورواحي أما نتعلم اللغات الأخرى ونتواصل مع الشعوب الأخرى ونعمل ونخدم وندخل لنا كان عملي باللغات الأخرى ما عمنا حتى إشكال ممتازم لكن في الفضاء اليومي غابت العربية في تونس وهذا شيء اللي خوثنا هنا سؤالي ليه أسكو غابت أو غيبت والله أنا ما نحبش معناها نظرية المؤامرات منهم ما نقولش غيبت نقول لنا أحنا كأفراد أهملناها حتى غابت يعني نحن لسباب الرئيسي حتى كأفراد هي غائبة وجمعية حمات اللغة العربية هي الحمات كلمة حمات هي بكل بساطة وتلقائية هي مأخوذة من حمات الحماء مع أخذين الكلمة من النشيد الوطني الرسمي نحن عندما نذهب إلى الفضائي الثقافية للقيام بأمسيات يتساءلون ما معنى حمات لماذا حمات وماذا تحمون بكل بساطة أنت تحمي شيئا نفيسا أنت تحمي شيئا غالية غالية عليك مش تحمي حاجة غالية برشا عليك واللغة العربية بتبيعها هي غالية علينا برشا إذاك عليش أحنا في جماية حمات اللغة العربية لا ندعي أن نحن سنكون حماتا لهذه اللغة بل بالعكس نشجع وننادي خاصة الناشئة إلى أنها تحمي هذه اللغة أولا بالاعتزاز تتكلم اللغات الأخرى الفرنسية الإنجليزية نشجع أبناء على التكلم بها بل بالعكس على التفوق فيها لكن أن تعتز أنك عربي تعتز باستعمالك للغة العربية وممارستها الاعتزاز كيف يتم الاعتزاز هذا؟ الاعتزاز يأتي من العائلة من الأفراد اللي في العائلة يبلغوا للشباب والناشئة أنهم اللغة العربية لغة واسعة واللغة عالمية يتكلمونها في الأم المتحدة يتعلمها المستشرق حتى يصل إلى الحذارة العربية الإسلامية يحفظها التركي الإيراني المالي تقديبا أغلب وجل البقاء يعني يتعلمها حتى يصل بها لكتابها المقدس إذن هي لغة عندها حديقة خلفية واسعة وكبيرة وهذا دليل على أنها معناها لغة عالمية ويجب أن نعتزه لأننا لغتنا واسعة وعريضة ونجم يتكلمها ملايين من الناس في جميع نحا الدنيا وكيف كيف هذا عزة هذه عزة الشيء العزيز هو الشيء العالي صح واللغة العربية عالية إذن عزيزة أن تحمي شيء النفيس وأن تحمي شيء أن تخاف عليه من خطر الماء مثلا اللغة العربية توا موجود في وقعنا المنادات باللغة التونسية حتى عملوها صرف ونحو ويناديوه بأن حتى الكتب المدرسية ونصوصنا اللي يقروها وليداتنا باللغة العربية يحبوا يردوها اللغة يعني باللهجة التونسية اللي لهجتنا اللي نعتزوا بها ونتكلموها وفرحانين بها يحبوا معنتها يغيبوا اللغة العربية الفصحة اللي تجمعنا أحنا كعرب بالكلنا تجمع شعوب باش تعزل تعزل التونسي تعزل التونس على محيطها الإسلامي والعربي على محيط يعني فم خطورة فم خطورة ذك علش فم حماية فم خطورة وفم قيمة ذك علش فم حومات وفم حماية على ذك فم حماية وفم حماية أقول لي مش أنتوما نصبت رواحكم كحومات لكن غيرتكم محميتكم عن لغة العربية وحبكم منها وحبكم يعني إلي عادة أحياءها نوعо ما خاصة كي قتلي في كلامنا اللي صغر وخاصة نحكيه على أصعب لغة في العالم نحكيه على أصعب لغة خاصة في محيطنا المعيشي اليومي في محيطنا المعيشي يجب أن العين ترى العربية خاطر الشيء البعيد على العين بعيد على القلب أما هنا سمحني في سؤالي لأنني أقول لك سمحني مثلا أنا كشاب نمشي مثلا للحانوت وقول لهم ما شكيهش نحكي معه أقولوا أعطيني خبزتيني من فضلك وخبزتيني هنا لازم نعود نرجع حتى في النحو لأننا المطالب التونسي أن يتكلم بالعربية الفصحة مطالب التونسي أن يتكلم بالدرجة المهذبة على الأقل لكن يكتب بالعربية الفصحة تونسية البيضاء يعني مهذبة عندما تقول لغة مهذبة أنا مثلا لم أخلص سيارة أجرى حلوة سلط فقل لم أخلص سيارة أجرى ولا لم أقف سيارة أجرى لماذا تكسي لم يكن أخلص بيدرسل الحافلة لماذا لكنك زد حتى في لغتنا نعودوا رواحنا بها ونقصه على رواحنا بحاول الليه لتعوده وعلى فكرة زيدة فاما علش اسألتك بلع تغيب على خاطر فاما حتى في كلمات الاجنبية ماشي العربية اللي نحن نسميها بالاجنبية لاصل متاحها العربي مثلا حتى نحكيوك الموز البنان البنان اللغة مهاش عربية صحيح ولا لكن الاصل متاحها عربي لانه مقصود بها هي بنان الموز يعني حتى الاصل متاحنا بدينا مغيبين على ذلك فاما تغيب لكن هنا اي فضل فضل خاصة نقول ان العالم كان يتحدث العربية ويتكلم العربية اربع قرون الى الوراء ليس ببعيد لالاف السيني القرون ولا كان العالم والانسان اللي حب يوصل العلوم كالجبر والطب وغيره يتعلم العربية اذا العربية يمكن ان تعود من جديد كلغة علم ليست بمشكلة المراجع موجودة وكل شيء موجود فلذلك اللي نراها معناها مشكلة في اعادة العلوم وتدريس العلوم باللغة العربية ليس هناك اي مشكلة واضح ممكن هنا افهم النقطة صغيرة وبعش نجيل مدام اسيام نحبو نحكيو على التظاهرات الممتازة الليش صال ان شاء الله بشقون بيها كجمعية حماية لغة العربية كان قوله تو كلمة فيسبوك انترنت يوتيوب سناب شات انستجرام الحاجات اللي تولت في حياة التونسي كيفاش نجمو نعربوها انستجرام فيسبوك وجه الكتاب الحق معتنا رونا ننقل ننقل ممكن في اراءة معظم المشاهدين ساعة فيسبوك نجم تقول صفحتي على صفحة عنا ناس عندهم لغة ثيرية برشا وتنجمو تتصلو بالجمعية وكل ما تريدون معناها ان يعرب يعرب نطل ما حتى مشكلة معناها الدكاترة موجودين والاسادة موجودين والمنجد موجود والموسوعات موجودة يجب العمل علينا بالبركة وعلى الله يجب العمل يجب العمل خلجي وتقول العمل كيفية عملكم كجمعية شنو عندكم كي تعملوا أنشطة تظاهرات شنو تعملوا بذلك بالنسبة للجمعية يمكن ينقسم نشاطنا إلى قسمي نشاط مثلا محاولة إعادة المصالحة التونسي مع لغته مع القانون متاعه لأنه كي شفت أنا البرح قاعدت نبحث في القانون التونسي رجعت للدستور التونسي الفصل الأول مع الدستور ينص على أنه بلادنا هي دينها الإسلام ولغاتها العربية في الفصل تسعة وتلاثين خاصة في الفقرة الثانية منه يعني يقول تعملوا الدولة يجب أن تعمل على تأصيل الناشئة في هوياتها العربية الإسلامية فمراسلات من 1994 إلى 2000 مراسلات وزارية من الوزير الأول إلى حتى البلديات مراسلات تنص على تعريب اللافيتات تحز في القانون فم تشجيع وإعادة اعتبار للغة العربية لكن واقعين هذا مغايد في التطبيق ما فماش؟ الجنعية هي تريد أن تعيد المصالحة مع هذا كيف ذلك ميدانياً أنها بعثنا مراسلات قاعدين بحثوا مراسلات للبلديات لتغيير هذه اللافيتات أو على الأقل تعريبها مراسلات للفضائات العامة المغازات الكبرى وخاصة مراسلات للوكالات الاتصال وكالات الاتصال يعني الأجنس الكومنيكاستيو وإلا تليزيو الأوباراتور الأوباراتور تليفونيك بدينا بالمرسلات ثم بدينا بالزيارات الميدانية لهم نزوروا البلديات المغازات الكبرى نحاولوا نساعدهم على ترجمة المنشورات نتاحهم مثلا المنشورات نتاحهم نترجموها ونقدمو لهم الترجمة هذه كبديل للمنشورات اللي يعملوا فيها هذا الجزء الأول الجزء الثاني هو الأنشطة الثقافية خاصة الموجهة للشباب والأطفاء الثقافية موجهة للشباب والأطفال خلينا نقصبوهم تبيع الأطفال والشباب فرد نشاط ولا كل واحد ونشاطه مختلفين نبدأ بالأطفال شنو نشاطكم إن شاء الله للأطفال الأطفال نشاطنا من اللي بدينا من اللي بدينا أنشطة بديناها بالنوادي الصغيرة تحفيث على المطالعة بدعوة عدة كتاب وشعراء وتقريبهم للأطفال بش خاطر رينا أنه فهم عزوف على المطالعة وبتبيعك يعزف على المطالعة ويستعمل التالفزة التالفزة ما هيش بيش تقدينه ما هيش بيش تواصله اللغة العربية الصحيحة وتنعكس حتى على إنتاجاتهم الكتابية تليم ذا؟ بينما كيف يرجع للمطالعة بيش ترجعك اللغة العربية السليمة أي ولي يستعملها في كتاباته دعينا برشا كتاب نذكر على سبيل على الذكر للحصر الكاتب وشعر شدي القرويشي المسرحية وشعر صالح جلاسي الكاتب عمر السعيدي الكاتب محمد بليغ التركي المحاضر جمال شريف الكاتب حافظ محفوظ وغيرهم كثير وقريبا في اليوم العربي للغة العربية سنده إن شاء الله الكاتب نجيب أبو غندا إذن رينا علاقة الكاتب بالتلميذ وذلك اللقاء الحميمي بينهما ترجع التلميذ إلى حظن الكتاب هذي بدنا فيه عنا برشا ومتواصلين معاه العام اللي فات عملنا رابطة نوادي حماية اللغة العربية شفنا مجموعة من النوادي في المؤسسات التربوية نلتقي باش نقدم لهم مسابقات لكلها باللغة العربية إنه كيف يحس التلميذ أنه يبدع باللغة العربية زي تقرب تحابب تشبث بيها تحابب وخاطر إحنا مهمتنا التحبيب التحسيس توعية أنه يحبها اللغة ويش يولي يمارسها ويعتز بيها وصنا إن شاء الله سير كنا عليها على الفترة تلقائية تولي أي وصنا أنا معتزة كثيرا بالمهرجين الوطني للإبداع الطفل تحت شعار بصمتي عربية بصمتي عربية أنا حتى شفت الشعار قبيلة كان نجموا نوريوها في الشاشة أعذوكم حرف النونة حرف النونة اللي زينوا الشعار تقريبا كماني شلط رمز المسرح رمز الرسم الموسيقى ممتاز يعني إن شاء الله للمهرجين هذا المهرجين الوطني اللي بداع الطفل بصمتي عربية شونا وقتاش بش هو اليوم التتويجي 29 أفريل 29 أفريل 29 أفريل مزيل الفضاء لم يحدد بعد في تونس الكبرى أكيد في تونس في تونس اتصلنا بالوزارات المعلنية وزارة الثقافة التربية المنجوبيات بش نتحصل على مكان وفضاء يليق بولداتنا خاصة القادمين من الرياف جندوبة والكاف وسليانة وشنو بشيراء وبالضبط في المهرجين هذا شنو بشي تابع وشنو برنامج متاعكم حاضرين هو هي المهرجين هو مسابقة مسابقة في الأنشطة التالية مسرح كرار قصة الشعر مجلة حائطية والصناعات تقليدية باعتبار أن أفريل هو شهر التراث لكن المسابقة هذه ما هيش مجرد مسابقة بل هي عمل يعني عمل دوري موجود في المؤسسات التربوية على مدى العام تأثير المربين لمنظوريهم لمنظوريهم واضح دونك أعذرنا للطفال هنا اللي بشي شاركوا في المهرجين هذا بشي لقاوا البصمة العربية هي الطاغية يعني حتى عملية هذا شرط الأساسي شرط الأساسي إذن البصمة عربية واضح جميع المواد بالعربية دونك الأعمار الكل مرحب بها ولا فما من إلى مرحلة ابتدائية فقط مرحلة ابتدائية مرحلة ابتدائية إن شاء الله هاليوم قتل 29 أفرين في دونس الكبرى بداية إن شاء الله يكون في فضاء يليق بالحق ممتاز إذا كان يحبوا يتواصلوا معكم كجمعية الناس اللي مغرومة اللي تحبوا تسام مثلاً يحبوا تقطير معين يحبوا تواصل مع توانسة كيف هم بشي يحكيوا أكثر باللغة العربية الناس اللي عندهم اقتراحات المشاريع تهتم وعندها غيرة حتى على اللغة العربية كيفاش نجم تتواصل معكم؟ صفحة صفحتنا على الفيسبوك صفحة الجماعية جمعية حمية اللغة العربية أو صفحة أيضاً المهرجين صفحة المهرجين ولا صفحة الجماعية أنتم ما قرر نشاطكم وين في شرع خير الدين في شرع خير الدين باشا محمد الخامس جمعية حمية اللغة العربية نقول لكم أعتيكم الصحة وشكرا لكم وخليكم كلمة الختام لكم نبدأ بك أنت بطبيعة مدى الحياة برك الله وفيك أنا خاصة نعاود نقول نحب نتحدث على غياب اللغة العربية في المحيط اليومي والمعيشي للتونسي يزم أن يعمل مجهود التونسي أن يحاول أن يتكلم العربية يكتب العربية وخاصة خاصة يجب أن المؤسسات معناها كالبلاديات اتحاد التجارة والصناعة الوكالات الإشهار يعملوا مجهود حتى نرى العربية تكون العربية ظاهرة لسنا ضد اللغة الأخرى فليكتبوا بالأنجليزية فليكتبوا بالفرنسية وبأي لغة يريدون لكن المساحة الكبرى يجب أن تكون للغة العربية وإلا فبعيدة على عين بعيدة على القلب وراه مشكلة كبيرة إذا باش نغيبوا من محيطنا اليومي باش نغيبوا لغتنا العربية راي باش نغيب على خاطر ندرسوا بلغات غير اللغة العربية الدنيا هزتنا معناها ندخلوا على الفيسبوك معاش هم مطالعة كيفاش باش يكون عنا إذا تقارب مع لغتنا إذا ما روهاش كل يوم في محيطنا مهم يسر شكرا لك مدام حيات مدام سيهان كلمة الخيطة أمريكا أحب أتأكد على حاجة أنه بنات مهرجان الوطني لإبداع الطفل بصمتي العربية هم بالأساس مربون أكثر من سبعين مربهم في تنسيقية هذا المهرجان نحب نحيي كل المربين اللي ساهموا أصحاب الوارشات سواء كانوا معلمين ولا أسادة ولا مساعدين بداغوجيين ولا متفقدين للغة العربية ونحب نحيي بالأساس مدرسة دحسين ثلاثة اللي كانت فيها الانطلاقة وكان الحلم انطلق من هناك مع المساعدة البداغوجية متاعي سيدة فوزية سليتي ممتاز تحية للناس الكل تحية لأي واحد يغار يغار على لغته العربية ويحب لغته العربية وأصله بطبيعة تحية زيدة لدستونة تونسي لأحمال وغتنا العربية في قوانينه وصنها وتحية لكل واحد بالرسمي مشيخوا على عاطقوا الحمل هذا وإلا المسئولية وإلا المهمة اللي لازموا مكلف بها دي كراب سبحانه ويسر لك مش انك تحكي أصعب لغة في العالم فراهي علامة تكليف وأجمل لغة فراهي علامة تكليف اعتزب لغتك واعتزب أصلك أكيد جدا شكرا لك مدام حيات بربوش سفراوي ناشطة في المجتمع المدني مدام سيهام العكريمي أستاذة مدارس ابتدائية ونائب رئيس جمعية حماية اللغة العربية شكرا لحضوركم وبالتوفيق لكم وللجمعين نحنا بش نعمل وطلع فيسا لالشيف مزيته قديم أنا نعمل وطلع فيسا لالشيف ريحاب كيف حالوا الأكل سفا كيف حالوا الأكل سفا الله غالب الله غالب و الله يحتف واحدة واحدة نحن نعيب على الفصنا احنا الذين ولدناكم ونحن الذين لم ندربكم على لسانكم العربي فلذلك لا نلومكم نلوم نفسنا والله انتيت هناك من يقول أنه يفكر بالفرنسية يفكر نلوم نكتب بالعرب كيف حالوا ربي وفقنا هنا قامت إيجابة هنا فهم على فكرة في الحوار ذي صغير فمعطت تولدت إيجابة علش تولدت جمعية حماية اللغة العربية على خاطر ديجا ريحاب قتلك خاطر بنتي حملتها على خاطر بنتي وبنتي وولدي مهم يسر ريحاب يالله شعندك دونك أنا أعجنت الباتمتعي الذي قلنا 500 جرام فارين 100 جرام زيت 0.6 سيد وخميرة معنى سمارتشاف قورتاس وشوية سكر كما نعرف الخميرة كل حلوف شوية ماء والسكر وماء أعجنتها بالكداء خليتها تخمر ومعط أعملتها مكعاب ركاية وطب شو حطها ترتاح دوني مني صندويتش الفاخس كل واحد تحورج نية بشي حط البطاطا غصلتها مليح ما قشرتها فواحد ملح وزيت وكمون اللي يحبش الكمون يحط كثوم ملح في الفلاك حد وزيت وزيت وحياتك سهلة ويحطن في الكوشة أتي قدش يقعدوا في الكوشة وعلى نية درجة 250 دقري ماكسيمام أربعة درجة كنقشو في المئة وثمانين نتيحة في النص ساعة في النص ساعة يعني عشرين دقيقة في المئة وخمسين درجة وإلا ثلاثين دقيقة في المئة وثمانين في النص ساعة ممتاز جدا رانية في دينا هوني كملت سمط البطاطا متاعي غفصها كما تشوفها الكيه سوتيت الشامبينيون طيبت كريم بشاميل شوية زبدة شوية فارينة مغرفة زبدة عليها مغرفة فارينة حليب ونخلط مع بعضهم متوليلي كريم بشاميل زيتها شوية كريم فراش وبعد نرر بعض الببليسيتي ونحل البطن تاعي ونريكم كيفاش نعمله ممتاز جدا عتيك صحة رانية عتيك صحة ريحاب عتيكم صحة اذيوفنا بالتوفيق للجامعية بالتوفيق كل تونسي كما قولوا يحب بلد ويحب أصل ونحن نموصينا معاكم من بعد باش نحكيو على طبيعي الأسنان كيفاش اللي بروسيدور متاحهم المراحل طبيعي الأسنان شو الحاجات تصحيحة شو الحاجات الغالطة ارجعنا لكم مشاهدينا مرحبا بكل من التحق بنا في المباشر نزلنا متواصل معكم حتى لستمتع العشية مباشرة على قناة الزيتون الفضائية انهرناك باش فيسبوك متاعنا يا جماعة تدخلوا باش فيسبوك تتفرجوا في اللايف تقليوا لي كومنتار متاعكم لديديكاس متاعكم ممكن تحبوا تسلموا على صحابكم وحبابكم نقرأوا لكمنتار متاعكم في المباشر كيف كيف اللي عنده اي استشارة سيبا نحكيه في الصحة ولا نحكيه في القانون تطلبونا على الرقم 56 644-11 هذا نمرو تاليفون عندكم وطلبونا اتمامو مرحبا بيكم تدخلوا معنا في المباشر كان عندكم اي استفسار ولا اي استشارة بطبيعة كما اعلننا قبيلة في الصحة باش نحكيه على طبيعيذ الاسنان العملية هذي اللي شنو المراحل متاحها شنو الشروط متاحها شنو نتاجي لتنجر عنها كيفاش تتم العملية هذي واكثر بطبيعة مع اصدفتنا الدكتورة ايناس العميري طبيبة ومقتصة في تقويم الاسنان مرحبا بيك دكتورة دكتورة طبيض الاسنان هذي الهاجس اللي حبوا عليه برشة ناس خاصة الناس اللي مدوم ناقها ويتاي وليما هومش موظمين برشة في عملية التنظيف وذهال لنعمل الدخل انا طبعا انا في كلام انا طبعا اعطي الدخل هم الاسدك نحن نحكي على الكلير سيسمان دانتخ تفتيح سيبا لن تفتيح الاسنان مش طبيض الاسنان خاطر مناجموش نوصلو التبيض الاسنان كما لبلون لذبو معنى لنحن نطيحو شوية في الاسنان سنين في لون سني واضح من اهم اسباب اللي يتخلي لون السنة الاصلي متاعو يتبدل بطبيعة ويصفر شوية والاغماق شوية كيفاش نجمو ونحصروه فيشنو بيتون نجمو ونحصروه فيدي من نجموش نحصروه فيما بارش اسباب بتعطي تلون الاسنان فما تلون الاسنان يبدأ خارجي فما ترسو بيت معناها على الاسنان وفما تلون الاسنان تبدأ معناها السباب بمتيحة في وسط السنة معناها في تركيب السنة التلون الاخاريجية تنجمو تكون نتجة من التدخين من القهوة من التاي من العادات الغذائية بصفة عامة تعطي تلون معناها تلون الاسنان سبا ومعنى معدنش ثورة نعم تعطي تلون الاسنان تلون الاسنان معناها وإلا بنيع الاسنان وإلا بنيع والحل المتاح سيهل هذي معناها مش لازم يمشي ولمواد متاع الطبيعي اللي معناها البلانشيمان بربرماندي البلانشيمان نحن لجا البلانشيمان هناك نقطة ممكن نلاحظها حتى على مواقع التواصل الشمائي برش صفحات ولا نحكي حتى على بوتيكات وشركات تبيع في مكينت صغار ولا دي بروڈي صغار بايد سننين ساوقولها شوهي سيئة 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 وتكتب تفتح السننين سيئة نسيالك ماعناها نحن شخص دم بلنش حتى على السوري رائحة وخصة سيئة سيئة ماناها في صوتيتين ماعناها نسيالك 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 لكن شو حتى تبيع طبيض الأسنان ما ينجم يصير كان عند طبيب سني على خاطر مرحلة طبيض الأسنان هي الاتاب أولتيم معنى آخر مرحلة في لا نجموش نبيضو سني ولس الأسنان فيها مشاكل فيها مشاكل صح لنك حابيت نقول اللي قبل ما نمشيوا لتفتيح الأسنان فما مرشا ما راح نتعديو بها أول حاجة لسوان نتعديو شوية باللثة معنى هول سنة ومبعض نتعديو باللون السنة بالتفتيح تاكودو؟ على هذيك نحب نأكد راهو طبيب الأسنان شخطو في السالونيات التجمين راهو غالط 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 معنى الطبيب الأسنان ستناكت ميديكال يزم يصير في عيادة طب أسنان ما يصيرش في سالون تجمين سمحني ما نعرف المعرفة في السنة باللون السنة؟ خاصة أنه حاجة حساسة في البدن يعني يستعمل في دي بروديوين تعتبيد السنين عندو دي بزيفة اندزيراب عندو مضاعفات مانى كيفاش انكور نام ميديكال يستعمل إستعمل بروديوين يستيطني بشي يتحط انبوش في عيادة هناله Thank you so there's a question هناله نجحوش جمل للناس انهم يستعملوا إستعملوا إذن بروديوين هنالمنالصغار ولي يمشي لاسالوني款 السلون اندزيراب انتهربت لك عليش؟ كيفاش اول خطوة انسان انوائبش يمشي قالك شنفي نعمل عملية تفتيح الاسنان اول خطوات كيفاش تنجم التم بطبيعة مع طبيب المختص يمشي لطبيب سنين باش يشوف شن يعان حالة متيرو الطبيب بتبيت الحال باش تلهي ما راح لقبل الطبيب كي ما قلت لك معانيها طبيب راهو اخر حاجة يعني تلهي باللسة متير وقبل؟ يجب يحميلوا سنين فما سنين تقدمش اقا سنين فيها تستحق مدويت سنين يفو بروتيجي معانيه نفهو اللفه ونحميوها وقت الطبيب ما نجموش انابليك معانيه الو بروديو على حاجة اون باز خايخة ووضح دونك لازم مل سنة راكحة وصحيحة ونظيفة عاليش خطر الو بروديو يلاهو يلاهي ما نحبش نقول دانجورو ميكي تبدا سنة محلولة وإلا فمارساس مهوش فمشقوق بين الرساس والسنين فما سنين تبدا فيها مضروبة فيها ديفولوغ معانيه اشقوق في السنين هذك اكون من بعد يخالف حساسية والحساسية ما تقفش غادي تنجم توصل الالتهاب في السن نجم سابق الالتهاب اصلا يعني في عوض يزين سنيخ صار سنيهم بعض حبيت بكري اسئلتني على الاسباب بالتلون السنين وباش ننأكد اللي راهو طبيض السنين ولا تفتيح السنين عمره ما ينجم يسير في السالونيات التجميل عنش خاطر فما برش اسباب تأدي للتلون السنين على مدوية تأدي للتلون السن التشخيص متاع سبب تلون السنين ممناش ما يعمكن تبيب كانت تبيب اكيد ما نعمل على ممائم لدينا ماتود معنى تفتيح الأسنان مثلاً ماتود واحدة وكل مالف عنده نعمل على ماتود سيسبلي لذلك كيف من الأسباب الدعوات فهموا بعض الأمراض تنجمة سبب تلاون الأسنان كما قلت لك فهموا تلاون خارجي والأمراض تسبب أكثر التلونات الداخلية اللي هي أصعب في المدوات المتاحة كما بالأخضر التلاسيمي اللي هي مرض من أمراض الدم كيف كاردوباتي سيانوجين أمراض القلب اللي تجيم مع الولادة تعطي زروقية في السنين الضروقية التخيط ممتحة سي با أسي فسيل ممتاز فما زدت سمحني فإن مدويات تعطي تلونا في السنين بالأخضر المرأة الهام الوقت اللي تتخاصيكين مبعد معنى هالنوراء دم بلوتي مم فمزروقية في الـ إلا السنين معنى هاللي فيه مزروقية فما لتتخاصيكين اللي يعطيو هيدا وفما نوع مرضي مستركيب السنين يسمى لدن تينوجينيز أمبرفات اللي سي الممس بي نفس معنى هاللي دم بلوتي ملو تتخاصيكين ملو تتخاصيكين ممتاز المداوات على هيدا كنزيد نأكد ونعود لنبعد يجب أن ندرسي لسالوالي التجميل للاهن يزم نعم وتشخيص متاع الاحكية مقبل ما نابلك للكلرسيسمان للكلرسيسمان واضح نارجو شوي للاتفل الصغار اللي لحظوا ممكن حاجة من تشرب عندهمو ما في سنين وشفهم بلايسك حل اللي قول لك اسبابها من الحليب اسبابها ممكن من البوسمن دم عتالي كيفش سيدغي الهيجيان والبروساج سيدغي الترسيبات السوداء هذي اللي نلقوها في أكثر عند الصغار خطر جاية من بكتيريا تسمى البكتيري ميلانوجينيكوس اللي تعطي الترسيبات هذي والكون تكون أكثر عند الصغار مفم أكبر زادة عندهم الترسيبات هذي نسميها البلاكستين والحاجات معنى هالتاش هذو ما يتنحوش بإمكان برودي دو بلانشيمان اللي يعملوه في في الگوتيار هذوكم في ال الماكينة الصغار اللي حطوهم في الفم هذوكم نون نون مال تبا غياج اللي نحطو فيه هالجيل ون ننعم كسنين دونك سي پا سا اللي نحل الترسيبات هذي معنى بالنسبة للصغار سي بلتو نعملوا بغوساج ميكانيك معنى على الكرسي عند طبيق زادة وفما امكانيك كونه ترسوبة هالي ترجع عند الصغار على خاطر استباد بمتاحة اللي هي البكتيريا هالي ما زالت موجودة في الفم ما زالت موجودة ومع الوقت تتنحى ولا تنجم تقنوا مرافيف جنرالما كي بدا يبدى السنية تبدأ تنقص بشوي بشوي تبدأ تنقص معتم خاطر كي ما قلت لك الكنسنتراسيون هي اكثر معنى عند الصغيرات عن الصغير خاصة نشيو طوي تفضل أه اللازير خلالك نشيه تبيب طوي في نهار سنية طبيعات نعمل لازير و جسه ما احنا ما احكي نشيه على الاداوات الاداوات ماذا احبيت نشيك أنا طوي الاسنين نجمو معنى وقت اللي نحط لطبيع ونلاجمو بالأسنين ونلاجمو بالأكتف برصوف معنى فقط يعملو بالأسنين حسناً، يبدأ بالتركيب التأسل و يستخدم المليكول الأكسجين و يتقسل المليكول المولونة في العام أن يتقسل، و سمعني يتقسل، و دعوة أكسجين أستغل، أنت هذية أستغل الفرصة هذا الفرس متاعي هذا بالجنبان وهذا بالطن زيتون كريم فريش جبن زيتون مع دنوس هذا بالجنبان وهذا بالطن بطاطا قسمتها ورفستها وكل شيء وهذا البات متاعي حليتها خذت تنبورت بيز وعندي هنا تنبورت بيز متاعي صغير ووضح أرجع لكم بات بيه يوكي معك نفس البات التي عملنا بها الخبز حديد بشمل خمج بلان زيتون وشامبينات في البانيني ممتاز بيه تحبين وكيف تحضر؟ 10 منوط سوف نستعمل بها وكيف تحضر بها وكيف تحضر بها وكيف تحضر بها خمج بلان وكيف تحضر بها فتح تحضر بها دكتور وكيف تحضر بك نحن نتعلم بها لتحضر بها لتحضر بها تحضر بها وكيف تحضر بها كما أتحدث قصياً، المدده يدعم المدده في هذه المسطة ويقوم بإيقاف الموليكول الكروموفور المدد الملاونات من الموضوع الماعدة ترشكه وتأكيد من الموليكول نعم الموضوع لا، فقط نعم، هل تريد أن ترسل الماء؟ نعم، إذا نعم، نعم، شباب نعم، شباب نعم، يتقسم بشكل كبس تحضر الأوكسدات . ان يحتاجنا الوقت faster ، بدون تتجربين لصبحت فالاقتراحة . . ي표�읽ده لا تذهبي الوضع . نحن يحتاج الوضع فى المصدرات . . وإلا آذيك للازيخ آذيك للازيخ مش يختم معك دكتورة من مش نكمل نكثر معك برشة بطبيعة فما بالماء فما عملية تنظيف بالماء فما يسميوها كل فاسفزا ولا شو يسميوهم أنا عارش اسمي ليك الفاسفزا الشهيرة الفاسفزا الشهيرة اللي خافوا منها الناس لكل خزان صغار أشهر عملية تنظيف بلوتوء التفتيح شنوه بضبط أشهرهم وأسهلهم وممكن أرفقهم زيطا سمحني التفتيح السنين نجمي يكون في العيادة وقالا ينجمي يكون في الدار في الدار بيانسور الكنسانتراسيان متاع البرودوء اللي تحت سيبالة مام سيبالة مام عالكرسي بشيكون أسي كونسانتري في الدار سي برودوء صوفت معنا صوفت يعني ما يقلقوش فما تلاقينا فما ينجمي يتقلقهم بعد السنين بعد عملية تفتيح تنجمي تصير مضعفات في حالة معين معين تنجمي تخلف حساسية على هذي ويتخلقهم يتحقق نجمي يتحقق نجمي عفت نجمي يتحقق نجمي نتقليق بسرع تدري من تفتيح في دار ستبارتين متارنك المطبول يتحقق تunkuمان كذلك سيادط على متعقج كيف تتحقق تلك المحل المطبول كيف يتحقق تلك المشكلة الأغلبية بيانا سمحني شيئا مريض بيانسور البرودوء هو يتحقق نجمي وعلي أنه يسمح لهم وليس يستطيع المشكلة بالأناهي بذلك فمجد أن تغلق تشف aproximadamente أنه ينطيع المشكلة بالأناهي لكنه ينطيع الحاجات قد تشفに تتحفين أنه ينطيع التحفير ينطيع التحفير والسؤال الأهم هي العامات ينطيع أن يطبق على تعرض التحفير يمشي الأهل الإختصاص يمشي الهندس يمشي الهنسية لذلك في بعض النوع وعند كمسخلة時 يمشي الهنسية يمشي الهنسية كمام تقول عليه معت منعرش سي غراب جودياً سي غراب سي غراب بردوه عنده مخالفات ناج متخلف الديهبت في السنين معنى يهبو ميو مووور لميدسان وضح لي كل حاجة العنوان متاحه يعطيك الصحة دكتورة إيناس العميري الطبيب مختص في تقويم الأسنان شكرا لك ماشاء الله اللباسك ينتقلقت من حاجة اكيد نحن إن شاء الله بتبعه بش نعودوا نحكيفه على برش الموضيه أخرى شكرا لك وانا نعرف حاجة انه جمال العبد يبدأ من سنين يبدأ معك الابتسامة حافظوا على ابتسامتكم ديما حافظوا عليها ديما موجودة مهما يصير ديما على الوحير نرجع في الساعة للشيف ريحاب والشيف رانيا فهم أحد شيء جديد فهم أحد شيء جديد فهم رانيا بشتوري تكاشونساكو لحظة بركة فيدي هنا هوني كملت فرسيت البتي متاعي أنا ديجا فيدي أخذت البتي متاعي وعملتها بالماء نحن نأخذ البتي متاعي ونحطها من فوق نأخذ البتي صغيرة على البتي متاعي وننزل فلوس وننزل نجموه بالصحفة زيدة نجموه بالصحفة زيدة نأخذ أخرى هاكيا ديجا خاطرنا الكنطور متاعي بشي السقفة خاطرنا دهنته بالماء وننزل هاكيا هاكيا وقناة الزيتونة تكتب العربي شكرا لكم ونفاصل قصير لكل من نلتحق بنا مرحبا بكم نرجعنا لكم في المباشرة نهرنا هكيا على قناة الزيتونة الفضائية وكما قلنا في فقرة من حقك بش نحكيه على الأكرية تجارية في تونس لكن قبل الأكرية تجارية خلينا نطلع على الماكلة اللذيذة الماكلة الجديدة لبنينة ما عنده شيف راني أو ريحاب نشوفوه من موصله طوام بعد نرجعنا في خير الحصة ريحاب قصيته على الزيتونة لنضع فضائية لنضع كعبت بجنبان وكعبت بطن لنضع فرماج بلان جنبان شكرا ونصنع المستخدمة من الصيف اراني ما أشعر أحبه؟ جرد زيتون وماء جدا وماء وماء راني اراني نقوم بطن مئة و سابعين درجة من درجين الربع ساعة انتي و سخنا بتاع الفور اسكل فور متاعك سخون ولا برد ووضح يعني درجين الربع ساعة نرجع لك و تفقها حاضر و تفقها حاضر نعطيكم الصحران يا ريحاب دعونا نوصل في موضوعنا اليوم كما قلنا فقرة من حقك بش نحكيه على الأكرية التجارية في تونس و اضيف حلقتنا اليوم الأستاذ المحامي محمد الإمام مرحبا بيك أستاذ و بيك عايشك مرزا بيك صح على بيك حمد الله قانون الأكرية التجارية في تونس یعنا كي نسمع قانون الأكرية التجارية اينا نحكيه علي كراء تقنين العملية هذه عملية كراء المحلات اينا نحكيه التجارية بتبيع دعوانك نوقص ذو على المحلات بدايتان خلينا نحدوا بضبط شنو ولا لا 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 يناهم الأكرية التجارية او الأكرية اليانتبق عليها هذا القانون بالذاتي إينا نحكيه علي اليوم شكراً هو كما تفضلت بالحديث harmony يعني فيما مضى هتاقبل الاستقلال فما على سنة 1954 كان هناك أمر عالي ينظم العلاقات الكرائية ثم معناها بعد الاستقلال وجاء سنة 1977 وتحديدا في 25 ماي وصدر قانون خاص قانون عدد 37-1977 ينظم العلاقة منتاع الأكريا التجارية سياد تكش قلتني قلت لي شنو المجال اللي ينطبق عليه القانون هذا بتبعت الحال هو نجم نعتبره قانون خاص ما ينطبقش على كل الأكريا يعني فما الأكريا ذات الصبغة المدنية ذات الصبغة السكانية الأكريا ذات الصبغة الفلاحية إلى غير ذلك هذه ما تدخلش وإنما ينظم العلاقة في كل ما يتعلق بالعقارات التي يقع كراؤها لغاية ممارسة نشاط تجاري أو توابع العقارات التي لا يمكن للعقارات الأصلية ممارسة نشاط تجاري إلا بدونها بحيث تكون فما عقارات تابعة ومكملة لتلك العقارات الأولى وبالتالي تبدأ عندها صبغة تجارية كذلك فما العقود اللي في أول الأمر أبرمت كعقود متع أرض بيضاء ولكنه في الأثناء وقع تشييد بناءات فوق تلك العقارات والبناءات اللي وقع تشييدها استغلت كعقارات لممارسة ناشط تجاري وذلك بعد الحصول على موافقة من المالك أو سواء تكون موافقة كتابية وصريحة أو ضمنياً هذه العقارات كذلك بذورها اللي هي في الأصل كانت عقارات متع أرض بيضاء أصبحت عندها صبغة تجارية بحكم أنها أنشئت عليها عقارات تجارية وأصبحت تمارس ناشط تجاري وكذلك فما العقارات التي تكرى للبلديات والمؤسسات العمومية لممارسة أنشتر ذات صبغة تجارية وبحيث أن بصفة عامة هذه هي مجملة العقارات اللي ينتبق عليها مع استبعاد العقارات اللي تكرى من قبل أشخاص يمارسوا ناشاط عنده صفة شخصية يعني أن العبرة فيها ماهيش بالناشاط التجاري إنما بالشخص مثال ذلك عن الممارسة المهنة الطب الطبيب المحامي عدل التنفيذ عدل الإشهد الحلاقي لغيرها هذي يدخل تحت التجارية؟ لأنه هو صفة عامة الشخص اللي بشي يتوجه للأشخاص هذوما بشي يتوجه لهم لكفائتهم لإسمهم لبروزهم ماهوش للمكان اللي موجودين فيه أو للعقار اللي هما موجودين فيه هذوما يستثنوا من ذلك من هذا القانون أكيد من هذا القانون وكذلك بعض الترخيص اللي تعطى من قبل الإدارة في مورست إشغال وقتي كما مثلاً أعطاء ترخيص متاع الانتصاب للبيع مثلاً رخصة انتصاب كما رخصة مقائل كذلك هذه كذلك ما تكونش عندها صبغة تجارية هذه ما تقولش تحت صبغة تجارية أو قانون الأقرياء بتبع عليك العلاقة هذه العلاقة الكرائية اللي ما بينات اللي بالشكري والكاري يعني الملاك والكاري العلاقة ما بيناتهم كيفاش تنجم التم كيفاش تبدأ كيفاش نجم توفى كيفاش تفاصيل المدحة هو كتاكم لحتى للقانون اللي كنا نحكو فيه في الجنبول كيفاش ينطبق يجب مكفيش أنها تكون عقارات تمارس فيها أنشتر تجارية وإنما يجب أن يكون مدة النشاط الممارس فيها على الأقل قبل بلغ السنتين أو تجاوز السنتين على الأقل يكون سنتين متتاليتين من النشاط التجاري هذه والسياد تكون تحكيت على كيفية تجديد العلاقة التجارية أو إنهاء خلافا لمقتضيات مجال التنزيمات والعقود فإن القانون هذا اللي هو عنده صباح خاصة جعل من ضرورة التنبيه إذا كان لو فرضنا أن هذا ملك عنده عقارات ويحب ينهي علاقة التجارية مع الطرف الأخ فإنه يجب عليه بمقتضى القانون أنه قبل ستة أشهر من نهاية العقد أنه يرسل إلى المتسوغ عن طريق عدل التنفيذ تنبيه يعلمه فيها بأنه عند نهاية العقد قبل ستة أشهر بمجرد يصبح معناها هذا المالك في حل من تجديد ذلك العقد أي أنه لا يرغب في تجديده وأنه يريد أن ينهي هذه العلاقة الكرائية وفي هذه الحالة فإن المتسوغ وخلال الثلاثة الأشهر الأولى من تلقيه التنبيه هذا عليه أن يتحرك ويطالب بحصوله على تعويض أو ما يعرفه بمنحة الحرمان كتعويض له عن عدم تجديد العقد الذي بطبيعة الحالة فما تعويض يعني لنا أي هذا التعويض اللي هو كيقولوا منحة الحرمان في الحالة هذه يقولوا منحة الأصل التجاري مع مصاريف التنقل إلى مكان آخر معناها النقل الأدباشن تعوه وكذلك مع مصاريف مع علم التجهيل وغيرها اللي في صورة ما إذا قام بشيراء أصل التجاري آخر مماثل لذلك يعني تعويض يدخل في هذا الكل بطبيعة الحالة اللي هو عادة الناس تقول لك الأصل التجاري إنسان خلال أصل التجاري هو بحكم ممارسه لنشاط تجاري ثلاثة سنتين متى تاليتين على الأقل ونشاط معناها عنده صبغة صناعية أو تجارية أو غير ذلك يكتسب معناها ما يسمى بالصمعة التجارية والحرافة وما إذلك ويصبح انتقاله من ذلك المكان إلى مكان آخر فيه نوع من الخسارة له عما ربيحه من حرافة غير ذلك وبالتالي يتوجبوا إذا كان بشكون إنهاء العلاقة الكرائية بهذه الطريقة أن يطالب الطرف الآخر بمستحقاته وبطبيعة الحال تقدير القيمة هذه يصير بالاتفاق أو إذا كان محصولش اتفاق بينهم يمكنه أن يجوء إلى المحكمة لأن الظرف هي مقدار اللي بشي يتقدر متاع الأصل التجاري والغرامة هذه مهم فمشي هنا حالات يقع فيها إنهاء العلاقة الكرائية هذه ما غير ما نقع في تعويث ما غير ما يأخو تعويث أو يعطى تعويث هو صحيح القانون هذا ينظم بعض الحالات ذكر بعض الحالات التي قد يقع فيها إنهاء العلاقة الكرائية دون أي تعويث مثلا في حالة الخطر الشديد الشخص الذي يشغله محلاً دو صمغة تجارية والصناعية قد يكون معناها في استمرار مواصلة العلاقة هذه خطر شديد يتهدد معناها الأطراف وبالتالي نتيجة الخطورة الشديدة يمكن إنهاء العلاقة الكرائية نتيجة ذلك وكذلك فمحالة ثانية اللي هي في صورة ما إذا كان العقار اللي هو قاعد يستغل فيه هذه النشاط قد يكون معناها أي للسقوط وفيه خطر وبالتالي فإن قرار مثلا جي سلطة إدارية تعطي قرار في الهدم نتيجة كونه بقاء واستمرار مواصلة النشاط يهدد معناها الأرواح والأشخاص وبالتالي في هذه الحالة نذومة يمكن إنهاء العقار الكرائية للهدم أو للخطر الشديد دون تعويض لكن فيما حالات أخرى يمكن إنهاء العلاقة الكرائية مع إعطاء بعض التعويض وليس كما في الحالة الأولى التي يعني يكون فيها خلاص معين الأصل التجاري ومع مصاريف التنقل وكذلك فيما بعض الحالات مثلا في صورة ما إذا كان الشخص يروم تجديد العقار ما هوش في حال خطر المطبق وإنما يريد أن يقوم بتجديد ذلك العقار فإنه بإمكانه أن معناها يسترجع ذلك المحل ويقوم بإصلاحه وتجديده وفي مقابل ذلك يتواجب عليه دفع ما قدره أربع سنوات كراء تجارية مجموعة أربع سنوات لذلك الشخص المتسوق فمحلة أخرى في صورة ما إذا كان الملك العقار يستحق لأن يغير ذلك العقار من صبته الصناعية والتجارية إلى مسكن له أو لأفراد لأصوله أو فروهه يستحق ما عندهش وين يسكن هو وين أبنائه ويكون العقار هذية قابل ببعض التحسينات إلى أنه يتحول ما يكونش معناها هدم كامل ويعد بناء بعض التحسينات فإنه في الحالة هذه إذا ثبت أنه ما عندهش مسكن وأنه معناها في حاجة أكيدة ليه ينجب يسترجع ذلك العقار ويحوله إلى مسكن في مقابل إعطاء ما يقعد الخمسة سنوات كراء وإذا كان المتسوق مبلغش خمسة سنوات من الكراء المتتالية فإنه يحسب آخر سنة متع كراء تضعف في خمسة مرات كتعويض له عن ذلك في صورة ما إذا كان هناك تعالية زد حالة أخرى أنه بش يقوم بتعالية العقار هذية يمكن زد يقوم بالتعالية ويعني يعطيه ما يقدره ثلاثة سنوات معناها متاع أكريا معاليم متاع كيرام لمدة ثلاثة سنوات فهذه حالات يمكن فيها أنه معناها يقع إنهاء العلاقة الكرائية دون أن يتم معناها دفع أصل تجاري مقابل ذلك ولكن فما بعض التأثيرات رأوا في الحالة هذه كيف إيش؟ كيف إيش نجبكون؟ أولاً الصعاء مثلاً في حالة أنه إنسان استرجع ذلك العقار بش يستعنه كمسكن خاص به يجب يقولك القانون أنه في ظرف ستة أشهر يشغل الملك ذلك العقار ويجب أن يستقر فيه للسكنة لمدة لا تقل عن ستة سنوات فيما عدا العذر الشرعي ويجب أن يكون معناها في خلال ستة سنوات هذه ما عودش يحولوا إلى عقار ذو صبغة صناعية وتجارية ما عودش يكري كيراة تجاري وإلا فإن المتسوق بإمكانه أن يعود يرجع ويقوم بقضية ويطالب بالحصول على منحة الحرمان اللي كنا أشارناها في بداية الأمر كيف كيف في صورة مثلنا قرار الهدم في صورة الهدم أو إعادة البناء أو ما غير ذلك فإنه في صورة ما إذا تم الإصلاح هذه العقارات وأعادت بنائها فإن المتسوقين اللي كانوا يشغلون تلك العقارات من حقهم أو لديهم الأولوية في إعادة الكيراة بشرط أنهم يمرسوا لحقهم ذلك بعد خروجهم من المحل في ظرف ثلاث أكشر على أقصى تقدير يبعثوا تنبيه عن طريق عادل التنفيذ ويقولوا للمالك أنت كيف يشتعيد معناها بناءها وإعادة تهيئتها وإعادة كراءها رأنا أحنا عنا أولوية في إعادة الكيراة وفي الحالة هذه يكون معناها المالك لما يعيد المحلات هذه يزم هو بيدور يبعث لهم عن طريق عادل التنفيذ ويقول لهم أنا مش نقوم ننكر العقارات هذه من جديد إذا كانت تطربوا عندكم أولوية فضلوا وإلا معناها إذا يعتبروا تخلّوا عن حقهم وبإمكانه كراءه للغاية مهم يا سر طو حكينا طو على الكراءة وعلى القانون هذا وعلى علاقة بين المؤجر والكاري بالتبيعة لكن ما حكيناش على التفصيل المهم هو أساس كل شيء الفلوس كيفاش ينجموا يحدوا قيمة الكراء كيفاش نتنجم مع معلوم الكراء كيفاش نتنجم يتحدد القانون هذا نص على تحديد معلوم الكراء ولا؟ هو تحديد معلوم الكراء بصفة عامة يكون بمفهوم القيمة العادلة والمتناسبة مع العقار بحيث أنه مثلاً المساحة منتع العقار تكون عامل من عوامل تحديد المقدار منتع القيمة الكرائية موش كيمة العقار الصغير كيمة العقار الكبير من حيث المساحة كذلك طريقة البناء وإلها مدى حدثة أو قدم البناء مش كيمة العقار اللي هو مبدي قديم واللي هو معناها نوعاً ما ما هوش حديث في البناء كيمة العقار المبنية جديدة هذا عامل من عوامل تقدير القيمة الكرائية تقدير قيمة الكرائية كذلك المكان اللي موجود فيه العقار من حيث يختلف من مدينة إلى أخرى يختلف من نهج إلى آخر من حي إلى آخر كذلك الصمعة والرمز التي يجري إلى غير ذلك حيث هذي كل العوامل تدخل في تقدير المعلومة ومتاع الكراء الشهري والسنوي للعقار محمد يسر أستاذ يعطيك صحة لكن بشيخ تم معك أنا ختاماً وبيعجالة السؤال الأخير العقد مبين الكاري والكرياء عنده المحل هذي حب نهار يعمل تعديل في العقد هذي حب يعمل نهار عملية تعديل في علاقة الكرائية هذي كيفاش نجم يتم التعديل هذا هو المسموح هو الفمة شروط معينة ولا اللي فهمته المقصود معناها تعديل القيمة الكرائية معناها كما يقوله إنسان وهذه تحصل كثيراً قلوله مش تزيدك في الكرائية مثلاً مثلاً هي أحياناً ساعات تلقى إنسان يكري ويبقى عدد طويل من السنوات دون أنه يغير هكاً المقدار متع الكراء هذيك المشرع هنا قال رأوا إذا كان مروا ثلاث سنوات سواء على تاريخ إبرام العقد متع الكراء أو على تجديده أو على تعديل سابق فإنه كل ثلاث سنوات يمكن لمثلاً المكتري لأحد الطرفين خاصةً للملك أنه يبعث هنا فهم مقتضية الفصل 27 من القانون هذيها فيها شروط معينة يجب التنصيص عليها يبعث عن طريق عدل التنفيذ يعلمه فيها يقوله يا فلان يا أيها المكتري رأوا بالنسبة لي أنا عندك ستة شهر في يدك باش نلهي العلاقة الكرائية الحالية وإذا كان أنت تحب نجد العلاقة الكرائية فإنني أقترحه عليك مثلاً مبلغ مالي قدره مثلاً من 300 دينار شهرياً إلى 500 دينار أو من 500 إلى 1000 دينار أو من 1000 دينار إلى 2000 دينار يعطيه مقترحة جديد للكراء وفي الحالة هذه يجب على المكتري في ظرف الثلاثة أشهر الأولى لتلقيه التنبيه عن طريق عدل التنفيذ يجب يجاوب على الطلبات ولا الاقتراحات اللي أعطاها له المالك وينجم يلتجأ إلى القضاء لتعيين خبير ويخرج الخبير هذا باش يحدد القيمة الكرائية العادلة لأنه ينجم يكون الشخص المالك أعطاه مثلاً معلوم كراه شهري ضخم لما يتمشيش مع الحقيقة فيصير هنا تعيين خبير ويصير نزاع في المحكمة ثم المحكمة قد تحكمه بالتعديل أو الإبقاء على المعلومة وإذا كان مقامش بالإجراءات هذه المتسوق فإنه يعتبر قد تخلى إما عن حقي في الكراءة في التجديل أو قابلة بالشروط الجديدة واضح يعني لازم هنا التركيز على التفاصيل الكل باش نظم محق الاثنين بطبيعة هو رأو معنى رشنا في الموضوع هذا متاع الأكريات التجارية موضوع تقول إجرائي بحث فيه برشة إجراءات كيفاش تعمل محظر التنبيه التنصيصات الوجوبية فيه ما هو معناها واجبات المكترية شنية كذا ودقيق ويتطلب وقت طويل ربما هو الوقت الحسن هالوقت قصير برشة اللي جنا فيه لكن حبينا نعطيه نحن ركاب ونعطيه لمحة عامة وإن شاء الله توتي مناسبة أخرى يعني نزيد ونوضحه فيها بالتفصيل أكيد انتي دي ما بحثينا إن شاء الله أستاذ محمد الإمام المحام وشكرا لك على التوضيحات هذه الأكريات التجارية في تونس الناس الكل حتى اللي قادمين على المشاريع بعض المشاريع يهمهم يعرفوا تفاصيل هذه شكرا على التوضيحاتك للمشاهدين أنا فقط قبل أن نتعدل للمشاهدة نحب أن نذكركم بحاجة يا جماعة نحب أن نترككم نحب أن نترككم معي بلقد كن قلكم تنشي للعمرة تزور بي تربي بطبيعة وتدفع كين دينار دينار نعم مع لي برتفو تنشي للعمرة وتدفع دينار والبيق تكمل على راحتك على 10 شهور تكمل على راحتك فيما رحلات قريبة جدا نعود أن نعطيكم فيسا فيسا الرحلات الموجودة فيما رحلات نهر 31 جانفي من تونس العاصمة ورحلة 7 فيفري من تونس العاصمة زادة كيف كيف وإلا من المونستير وإلا من صفاقس وفما زادة كيف كيف رحلة أخرى من جربة نهر 12 فيفري وتبقى كيف زادة بنفس العرض تدفع دينار والبيقية تكمله على 10 شهور فرصة لا تعاط لا تستغلوا الفرصة وإن شاء الله ربي يكتبلنا زيارة للعمرة للناس الكل نبير تفوياج بطبيعة فرحة بكم وقاتلكم حجاجنا ومعتمرينا في ممو عينينا وهذا مش فقط إكلامه خليني تو نرجع فيسا لشيف رحاب وشيف رانيا ونشوف شنو برامون من يحضر نجي بحضيكم نجي بحضيكم نجي بحضيكم يا أستاذ حاجة بركلة ولا حاجة بركلة هيا يا جميع ما تنطلت؟ نبدأ بركلة نبدأ بركلة والأسفة باتفيت وتحلطها بجميع من المفكة كبيرة لا توجد المفكة فإن لا توجد المفكة وينجم كأس وفق كم فرصة ونطلق وهذا جبن لم يحب لا أريد أن تقوم بحضار لكن فإن لديه قسمت من المفكة من تتوش حطيتها كيكا أخضر زيتون كبار الحاجات الموجودة وفوما شكون زيدة يحبها بالسلطة من شوية سغولي حاجة جديدة معناها احنا زيدنا شامبينيون ونزيدو سلطة من شوية زيدة سلطة من شوية شامبينيون يعني تبركل الخيالات الكل موجودة في الباتي الحار هذيك لغيق هذيك هنا ممكن تحكي عن وابلية شوية حتى يحبوا الحار حتى يحبوا الحار وهم لديهم الحرية لا يحبوا الحار ويحبوا الحاجة هذا الباتي والفخص أعطيته الريحة البانيني نحن نفس الباتي نعودها 500 غرام فارينا 100 غرام زيت في البازليتر نضع مياه في الزيت ونضع ملح خميره حالينا في السكر وماء لا نستحقوش السكر أما أنا ديما نضع السكر في ساعة في ساعة تطلع لي ماء وعجنتها بالقدي وراتحت الباتي خميره طيبتهم من درجين 180 درجة البطاطة قصيتها فواحة كمونة ملح نضع فوقها نعود البانيني من نفس الباتي نضع السكر نضع السكر كما الفانيني نضع السكر في الفرس كرم بشاميل فرمج زيتون بصال ستي شمبينات جمبان ريسة كل شيء حصل كل شيء حصل ودللت المشاهدين ودللت الناس كل شيء حصل نضع شمبينات فرمج ريسة جرجير طن كل شيء يريد أن يضع هذا المنوم اليوم حاجة خفيفة نقوله صحية نتقل الجمعة نحن نتجنبه ساعات مكلة الشارع وهذه نالك نعملنا مكلة الشارع في الدار وحاجة انظيفة فيفا انظيفة يعطيكم الصحة شيف رحاب الدرجي وراني الامام يعطيكم الصحة أستاذ ذيفنا يعطيك الصحة شكرا على حضورك ليكيب الكل مشاهدين شكرا على وفائكم ومتابعتكم لينا متبعدوش علينا برشة برشة لان كل يوم معاكم من الاربع لستمتالعشية مباشرة على قناة الزيتون الفضائية ببرنامجكم وهو انهارنا هكا خليكم وفيا لينا غدوة لقاو وان شاء الله مع زميتي عفيفة بوكيل على نفس التوقيت ونفس القناة حيتكم بشيشوها مرة فخليوا في السعادة عادة عيشة حيتكم أحلى مرة باي باي